معلومات استخبارية مدعومة بجهد جوي تمكن القوات الأمنية تدمير وكر لداعش الإرهابي في وادي الثلاب بمحافظة ديالا وقتل جميع الإرهابيين المختبئين في المغارات والكهوف الجبلية قيادات عسكرية أكدت أن دقة المعلومات الاستخبارية أسهمت في استياد قيادات إرهابية في ديالا وجنوبي كاركوك وشرقي صلاح الدين العمليات النوعية التي تخوضها قطاعاتنا عبارة عن معلومات استخباراتية مدعومة بجهد جوي عراقي وهذا ما نتج عن ضربات عديدة وكان آخر في ديالا وفق معلومات هيئة الاستخبارات في قيادة العمليات المشتركة حيث تم تحديد أحد الأوكار لعصابة داعش الإرهابي في وادي الثلاب في ديالا وبعد ذلك وجهت طائرات القوات الجوية طائرة سزنة كارفان ضربة موفقة تم تدمير هدف وقتل كل عناصر الموجودة داخل هذا الوكر هناك عملية استياد لهؤلاء الجردان تجري في عدة مناطق سواء في قضاء الدبس كانت ضربة موفقة للقوات الجوية العراقية متخصصون في الشأن الأمني بيّنوا أن تحركات بقايا داعش الإرهابي تتركز ضمن رقعة جغرافية تكاد تشكل مثلثا رابطا بين حدود ثلاث محافظات هي ديالا صلاح الدين كاركوك وأن الجهد الاستخباري تمكن من كشف هذه التحركات واستطاع تدمير أوكار إرهابية في السلاسل الجبلية والوديان المنتشرة في هذه المحافظات تنفيذ عمليات انتقائية وضربات واقعية جدا طالت التنظيم في عقر داره طالت تضربه في سسلة جبال وادي ثلاب اللي هي امتداد إلى وادي قزلاق ووادي الحديد التي تمتد شمال الشرق ديالا وترتبط محافظة واسط وتحاول أن تضرب في عمليات ما بين صلاح الدين وكاركوك بوادي الموت ووادي الشاي ووادي سغيتون ووادي أم الخناجر لذلك أعتقد هذه الضربات المرفوعة بالتقارير من مدية الاستخبارات العسكرية ومن الأزلة الاستخبارية ماضية قدما لدك أو كار كافة أنواع التنظيم سواء كان مضافة أو عجلة أو حتى مفارز متلقلة وتؤكد قيادة العمليات المشتركة أن خلية الاستهداف التابعة لها مستمرة في ضرب أوكار داعش الارهابي من خلال التنسيق مع قيادة القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي من بغداد حسام التميمي العراقية الإخبارية